لو سهلة في برج الجدي برج الجدي العنيد عنيد كتير برج الجدي لكن على حق لأنه مستقيم بيحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان شخص عنيد جدا جدا في الحق يعني لو كان مش هو طرف المشكلة لو كان في صديق لا إله في مشكلة وكان معاه الحق بيحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق بيحب حتى لو كان يعرض حاله لنخطر فهو بيحب أنه دائما الحق واليفوز والاستقامة والعدالة تاخد مجراها في جميع المجالات وهذا الإشي متعبه كتير لبرج الجدي خاصة للشباب شاب برج الجدي كتير بده الأمور تكون مية بالمية ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير في تمانين بالمية في سبعين بالمية وكان يتحقق من الإشي اللي إحنا بدنا يا ذاك مية والمية شي مستحيل يعني خذوها من حدا نجرب تمانين بالمية حلوين تسعين بالمية حلوين فإحنا ليش عم نرقد ورا المية بالمية ونكون كتير مماعين برج الجدي ثلاث أشهر كتير حلوين كتير رائعين على فكر الفترة الجاي كلها لنهاية الصنة يعني بالنسبة لبرج الجدي يا جماعة مش بس ثلاث أشهر الست أشهر أو الخمس أشهر الجايين رائعين في قبل فترة كان في خوف كبير مخوف كبيرة عند برج الجدي لكنه حقق انتصار أو قلينا نحكي نصف انتصار ولي حيكمله بالأشهر الجاية كان في عنده بالشغل شبه مؤامرة أكتر من شخص كان في غدر كان في خيانة بالشغل من الشريك في الشغل أو خلينا نحكي مجموعة ومش شخص واحد عفك له أكتر من شخص عفوان فبنلاقيه لبرج الجدي انه تحمل كتير كتير وهي من صفاته الحلوة الرائعة برج الجدي انه بتحمل كتير بتحمل كتير في سبيل انه هدفه بالأخير يتحقق مش من الناس المتسرعين اللي بدهم او متهورين او 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 لا او ثابت جدا على أرض ثابتة بيحب يكون طول الوقت لما يختار شريكه بدي يكون هذا الشريك مية بالمية ممتاز صفاته او متممه لبرج الجدي وهذا اشي يعني ويتحقق معنا فلما ما يتحقق اللي احنا بدنا اياه او يتحقق اقل من اللي احنا بدنا اياه ما نزعل ما ننكد على حاله برج الجدي بيحب ينكد على حاله طول الوقت دائما بتطلع على الاشياء اللي خسرها ما بتطلع على الاشياء اللي كسبها فكانوا مش سيئين لكن خلينا نحكي ضغوطات كبيرة كانت عليه من كل النواحي من ناحية العائلة من ناحية الصحة كان يضغط على حاله كتير كتير وما كان يهتم عبدا في الصحة من ناحية العاطفة كان في غدر من الطرف الثاني غدر كتير واضح لكن هو بلش يتجاوز هاي الامور من شهر فبراير او حتى من شهر واحد هو بلش يتجاوز هذا الموضوع بلش يتعاطى مع الناس متل ما هم بتعاطوا معه مش زي ما هو حابب انه يتعاطى هذا الاشي كتير منيح انه احنا يعني نتعامل مع الناس زي ما نعطيهم اكبر من ايمتهم انت ايمتك اربعة انا بعطيك اربعة ما بعطيك عشرة فالافضل والاحسن لبرج الجدي الرائعة جدا كنت متنكد اول الاشهر مع انك عارف انه الفرص من كل النواحي عم تجيك لكنك كنت مش راضي كمان لانك بدك اياها المية بالمية اللي قلنا عنها في كان ما بعرف فيه في كتير علاقات عاطفية بين عندي برج الجدي كان في عنده خيارات كتير بس للاسف هاي الخيارات اتقلصت يعني كانوا ما بعرف خلينا نحكي كانوا خمسة صاروا اربعة صاروا ثلاثة مع الوقت عم بقلو بس هادا الاشي اللي صارحك لان الشخص الاخير هو نصك تاني هو اللي انت حتكمل معه لكن برج الجدي بتاخر كتير بالزواج للعزاب انا بقولكم اذا كان الشخص اللي قدامكم فيه ستين بالمية سبعين بالمية من اللي انا بديه اتسوكي خلاص يعني انا بكمل في هذا الموضوع هادول التمانين بالمية بصيروا تسعين بالمية بصيروا مية بالمية مع الوقت بس مش اعمل اكس على الشخص خلاص انا ما بدي اكمل معك ما اشطر برج الجدي في يعني انو يتكنسل الاشخاص من حياته ليش لازم يعطي فرصة للشخص كمان هو متل ما انت بدك وقت عشان تدرسه هو كمان بده يدرسك فانت ما تعطي ابدا لا اوكي ولا مش اوكي لحدية ما تدرس الشخص وتوافق على انك تكمل مع بقية طريقك يعني ان تكون رفيقك في الحياة شهر خلينا نحكي شهر من شهر سبعة لشهر تسعة حيكون في يعني حيكون في قرار مصيري حيكون في زواج لكن زواج يعني هو تغيير تغيير في العمل والزواج وكأنو انت راح اذا انت كنت بنت حتتزوجي شخص وتسافري اللي عنده او العكس ما بعرف بس في يعني اختلاف بالمنطقة مع الزواج يعني الزواج ما راح يكون في نفس المكان بلد اجنبيه او بالبلد الثاني اللي عم بيشتغل فيها الطرف الاخر او انت عم تشتغل فيها لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك لكن كل لياتها اللي مبين قدامي انها خيارات حلوة راح يكون في سعادة كبيرة بالطريق يمكن يكون نهاية شهر اثناش عندك خلص تكون تزوجت والله اعلم راح تبلش كتير بالاولاد والامور يعني الاحلام راح تحس انها بسرعة بسرعة عم عم تتطور وعم بتحق الحلم بدك الحلم الثاني الحلم الثالث يعني انه الامور كتير يعني سلام هاي الفترة والفترة الجاي رغما عن انه الفترة الماضية كان في كتير المغدر لكن هدول الاشخاص اخدوا جزاهم ما عم بحكي انه راح ياخدوا جزاهم هما يعني اعتقد انه هما اخدوا جزاهم خلص ان كنت انت تعرف او ما تعرف هما لاقوا اللي يعني العقاب تبعهم وانت طاير نحو احلامك وتفكيرك ايجابي بسطرة الجاي وهذا الاشي راح كتير يأثر عليك فيه سعادة كبيرة بطريق لالك فيه تغيير هاد التغيير انت شاكك انه مش تمام او انا مش حابب اغير او هاد التغيير ايجا غصن عني ما بعرف بالمكان بالسكن بمكان الشغل لكن هذا الاشي راح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لالك فما تتسرع الحكم بالامور يا برج الجدي وخفف من العناد شوي وخفف تقل يعني ما تكون تقيل كتير على الطرف الثاني اه شوي اه اتنازل شوي صغيرة بس عشان تتعرف على اه العالم اللي من حواليك اه انت عم بتكون صارم كتير معهم واحيانا عم تظلم لا مش تظلم اشخاص اه لكن عم تكون كتير معاهم فبدك شوي تتأنع في اه الحكم على الاشخاص وكتير مبسوطة بها الكراءة اللي بتجمع لبرج الجدي وكتلك لالكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة